موسيقى مشاهدين الكرام سلام الله عليكم و أهلا بكم في آخر طبع نستضيفه في هذه الحلقة من تونس سيدة فاطمة كراي رئيسة تحرير جريدة الشروق التونسية للحديث عن آخر تطورات التونسية و عن خلفيات أحداث بن جردان و عن الخلافات السياسية وتأثيرها على الوضع الأمني فضلا عن ما يشكله عدم الاستقرار الأمني والسياسي الليبي من تأثير على الداخل التونسي أهلا بك سيدة فاطمة أهلا و سهلا بك و أهلا بكل مشاهدي قناة الميادين تونس اليوم تحتفل بالذكرى الستين للاستقلال ما أبرز المخاطر لو أردنا أن نجمل كل هذه المخاطر التي تهدد الآن مسار بناء الجمهورية الثانية اليوم شكرا أستاذ ملحم هو في الحقيقة ذكرى الستين لاتفاقية الاستقلال 56-20 مارس تجعل التونسيين اليوم مثلهم مثل كل شعوب العالم و خاصة الشعب العربي الآن يعيدون النظر أو ينتظرون أشياء جديدة من استقلال من أجل حماية الاستقلال التونسيون اليوم كغيرهم من العرب وفق هذه التهديدات و العمليات الإرهابية و خاصة الاختراق السيادي لشعبنا فإن النظرة إلى الاستقلال تتلحف عادة الآن و حسب آخر آخر الصبر الآراء الذي أقامته مؤسسة تونسية سيجما كونسي يقول التونسيون في 70% أن لهم ثقة في الجيش التونسي و 80% تقريبا يقولون أنهم يخافون على الاستقلال من حيث استقلال السياسي الإرادة السياسية و من حيث كذلك الإرهاب و يعتبرون أن الإرهاب في المقدمة يتهدد البلاد وأعتقد أن الشعب التونسي واعي اليوم أكثر من أي وقت مذا يريد أن يحصن استقلاله و يدعمه و خاصة أن يكسوه بنظرة أخرى و باستراتيجية أخرى تعتمد على القرار السياسي و الابتعاد عن المحاور و خاصة خاصة الاستماع إلى الشعب التونسي من خلال المؤسسات الديمقراطية حيث أن التونسيين بتقدير العالم تقريبا أنهم توصل الشعب هنا إلى أن يمسك بزمام الأمور بزمام الحكم من حيث أنه أيضا انتخب قيادات ولكن هذا الذي يحدث الآن نرى التونسيين قلقين من ما يحدث خاصة من مماحكات بين أحزاب و طيارات و كذلك من مواقف و يريدون أن تكون دولتهم دولة و ليس كيانا تابعا لأي كان على كل حال سنتحدث عن مدى إمكانية صمود هذه الصورة التي أبرزتها تونس بعد الثورة في عام 2011 بعد زين العابدين بن علي الرئيس التونسي السابق هل تم تجنب الأخطاء الماضية برأيك خلال المرحلة الحالية أم أن البعض من السياسيين لا يزال يقع في تلك الأخطاء أنا باعتقادي أستاذ بن حم أن التونسيين عندما هبوا في الانتفاضة أو الثورة و عندما واصلوا انتفاضتهم من أجل كتابة دستور جديد يتلائم مع الإنسان التونسي الجديد الذي يرومونه و خاصة عندما تقدموا باتجاه انتخابات ديمقراطية و شفافة أرادوا وبعثوا برسائل مفادها أنهم يريدون تنصيب المؤسسات المؤسسات مؤسسات الدولة التي تستمع إلى الشعب وتأخذ برأيه و كذلك تخطط وتبرمج بما يتلائم مع أهداف الشعب كون الحكومات المتعاقبة لم تتوفق في ذلك أو ربما تعثرت أو أن هذه الحكومة تتعثر ربما لأنها في البداية فإنني أعتقد أنه لا يجب أن نعتمد التحليل الآلي بالقول أن الديمقراطية هي كارثة أو أن الثورة هي المعيق للإصلاح أبدا أنا أقول أن الشعب التونسي كان واعيا عندما قام بثورته و كان يريد الحاكمة أن يستمع إليه عبر المؤسسات لكن هل تعتقدين بأن الممارسات التي تمارس من قبل البعض هي أيضا ممارسات واعية مثلا أعطيني مثالا عندما إذا أردت أن تتحدث عن ما يجري الآن في الساحة السياسية فإني أقول أن الشعب يجب أن يقف لهذه الأحزاب حتى تعدل من مواقفها وحتى تتبنى المشروع الوطني الصحيح المرحلي الذي يجعل تونس تتقدم الذي يجعل تونس تبتعد عن أخطائها الماضية وأن الاستماع إلى الشعب ليس منة من الحاكم أي حاكم وليس منة من رئيس حزب أي حزب وليس منة من منظمات أي منظمة فالمفروض اليوم أن التونسي يعمل أو الحكومة يجب أن تعمل مع مجلس نواب الشعب وكذلك القضاء المستقل يجب أن يتجه جميعهم إلى مصلحة الشعب التونسي ومصلحة الشعب التونسي تكمن في أننا يجب أن نصغي إليه ويجب أن نقيم ونقد البرامج التي تكون في منفعة البلاد والعباد وليس في منفعة زيد أو عمر وهذا التكاتف الذي تتحدثين عنه لم يظهر في الحقيقة في هذه المناسبة الوطنية مناسبة الاستقلال الذكرى الستين للاستقلال التونسي يعني بدأ وكأنه كل مجموعة كل تيار كل حزب اجتمع بهذه المناسبة على حدة ألا ينبغي أن تكون هذه المناسبة جامعة وهذا لم يحصل أنا أعتقد أن الوقت مازال مبكرا لأن الاستقلال أو تعرف سيدي أن والمشاهدين يعرفون أكثر مني أن المحطات التاريخية تعود إليها الشعوب المحطة التاريخية تعود إليها الشعوب عندما تكون في أزمة واليوم الأزمة بيّنت أن عشرين مارس وهو تاريخ اتفاقية الاستقلال والتي فيها جدل في الحقيقة استقلال وليس استقلال لكن اليوم لنحسب أنه استقلال الناس تتشبث بهذا الموعد من حيث أنه النوع من المجال أو الترطة التي يريد كل يريد أن يقتسم منها شيئا وهذا ما لا يجب أن يفعل اليوم نعمة لمعك حق في الحادي عشر صباحا بعد تقريبا أقل من ساعة هناك اجتماع لحزب الذي انشقى عن حزب نداء تونس وهو يتكئ على الاستقلال ويتكئ على ما يسمى بالبروجيبية أسوة بالرئيس الأسبق الرئيس الحبيب بروجيبة ولكن هناك زاد فريق آخر سوف يكون الساعة الثالثة بعد الظهر بعد موكب الرئاسي الذي يؤمنه رئيس الجمهورية حيث يدعو كل الفعاليات والحساسيات إلى قصر الجمهوري وربما يدلي بخطاب ربما نوعي ينتظر أنه سيكون نوعيا ملائما لما يحدث الآن وهناك أحزاب أخرى تنظر إلى هذا الاستقلال بطريقة أخرى المهم كلامك صحيح في تشريحك ولكن أنا أقول أنه ما زال مبكرا الصياح أو ربما نقوس الخطر لأننا الآن ما زلنا نتجاذب في تونس حول الخيار الممكن الخيار الوطني وخاصة يجب الاستماع إلى التونسيين واعتماد صبر الأرى لأن التونسيين يقولون كل شيء الآن عن طريق الإعلام وهم يتمنون نعم الأمن نعم الديمقراطية وليس الأمن مقابل الديمقراطية وهذا الخطأ الذي ربما سوف البعض ينادي به ولكن أعتقد أن الشعب التونسي واعي بما فيه الكفاية ورأيتم في بنجردان وقد كنتم مباشرة في الميدان كقناة ورأيتم ماذا حصل ويجب أن نراكم ذلك نراكم الإيجابيات دون البقاء والتقوق حول السلبيات التي يمكن أن تحدث في أي بلد هذا الكلام صحيح ولكن هناك أيضا من يقول المهم أن ينعكس هذا الالتفاف الذي شهدناه في موضوع وأحداث من جردان على أيضا الوضع السياسي والوضع الاقتصادي اسمحي لي أن ننتقل الآن إلى عنوين بعض الصحف العربية ومن ثم نعود مشاهدين الكرام لاستكمال هذا الحوار في آخر طبعا أهلا بكم نبدأ جولتنا على أبرز عنوين الصحف العربية الصدر اليوم مع صحيفة الوسط البحرينية ونقرأ فيها اثنان وستون قتيلا في تحطم طائرة تابعة لشركة فلاي دبي مفوضية حقوق الإنسان قلقون من إسقاط جنسية مواطنين بحرينيين أربعت قتلى بهجوم انتحاري جديد في قلب إسطنبول صحيفة الوطن العمانية كتبت في عنوينها لهذا اليوم سوريا لا ترى تقدما في جناب وتجدد انتقاد دعوات الانتقال السياسي شهيد بالخليل والاحتلال يستدعي أكبر مشاريعه الاستيطانية وغالبية الفلسطينيين مع الانتفاضة من الوطن العمانية ننتقل إلى صحيفة الثورة السورية وفي عنوينها أكد لخرازي أن وقوف الدول الصديقة وفي مقدمتها إيران وروسيا سهم في تعزيز صمود السوريين الرئيس الأسد الغرب وعملائه يحاولون فرض إرادتهم وانتصار الشعب السوري وحلفائه سيساهم في قيام عالم أكثر توازنا وعدل برعاية الرئيس الأسد ملتقى التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة يبدأ أعماله بدمشق سوريا السند الأكبر للمقاومة والنصر قدرها الإرهاب التكفري خطر وجودي والوهابية سبب مشكلات العالم وأيضا نقرأ في صحيفة الثورة السورية الجيش وسع سيطرته بريف حمص ومركز التنصيق الروسي يسجل خرقين من قبل الإرهابيين جناب يختتم أسبوعه الأول موسكو الشروط المسبقة لمعارضة الرياض لا تبعث على الثقة في عنوين صحيفة الشروق التونسية نقرأ نجاحاتنا متواصلة ضد الإرهاب تصفية جراذين في بنجردان أحباط هجوم في الصاقية كان يخطط لعمليات انتحارية القبض على إمام إرهابي بتستور محامي عائلات ضحايا عملية بردو الدولة التونسية متهمة أحمد قذاف الدم للشروق هناك مخطط لتفجير العلاقة بين تونس وليبيا جولتنا على أبرز عنوين الصحف العربية الصدر اليوم نتابعها ونصل إلى الكويت وتحديداً مع صحيفة القبس ونقرأ فيها خمسة قتلى بتفجير انتحاري يهز اسطنبول كويتي بين المصابين وتحذير للمواطنين لتجنب الأماكن المزدحمة اثنان وستون قتيلاً والأحوال الجوية السبب الرئيسي كارثة طائرة الإماراتية جنوب روسيا أما صحيفة الدستور الأردنية فعنونت اثنان وستون قتيلاً بتحطم طائرة إماراتية جنوب روسيا الملك يعز الرئيس بوتين بالضحايا حكومة نتنياهو تستحضر مشروع ألون الاستيطاني في الأغوار شهيد فلسطيني واعتقال أحد عشر آخرين في مدن الضفة وأيضاً في الدستور الأردنية خمسة قتلى وعشرات الجرحة بعملية انتحارية في اسطنبول الأردن يؤكد تضامنه مع تركيا في مواجهة الإرهاب ونختم مع صحيفة الصباح العراقية وفي عنوينها لهذا اليوم البيان متابعة تنفيذ الإصلاحات ومحاربة الفساد والاستماع لمطالب المتظاهرين اجتماع الرئاسات وممثلي الكتل قرر مساعدة رئيس الوزراء في إجراءات التغيير تحرير البعبيد والتوجه نحو أعالي الفرات وأيضا تونس حكم بسجن بن علي عشر سنوات بهذا العنوان نصل المشاهدين إلى ختام جولتنا على أبرز عنوين الصحفة العربية الصادرة اليوم عود الآن إلى متابعة برنامج آخر طبعة مشاهدين الكرام ينضم إلينا الآن السيد عمار عمروسية عضو مجلس نواب الشعب عن الجبهة الشعبية التونسية أهلا بك سيد عمار أهلا بك صباح النور كسك المشاهدين الصباح الخير في ظل ما تمر به تونس من ظروف أمنية معقدة بالإضافة إلى ظروف سياسية استثنائية واقتصادية أيضا هل نستطيع القول بأن التجربة الديمقراطية إنجاز التعبير اليوم في تونس باتت في خطر؟ أحنا نعتقد أنه الثورة التونسية كانت رائدة وأعطت يعاد للوطن العربي لأحداث تغييرات وفي العالم أيضاً ولكن للأسف الثورة التونسية لم تكمل مهماتها واكتفت بإسقاط رأس النظام الدكتاتوري ولكنها أبقت على النظام حتى الانتخابات في 2011 أو الانتخابات المالية مكنت ائتلاف وقوى سياسية رجعية ويمينية متطرفة خاصة في الجانب الاقتصادي والاجتماعي دون شك التجربة التونسية رائدة إمكانيات إنقاذ المسار الثوري ممكن شريطة أنه شعب تونس أولاً وقبل كل شيء يلتف من أجل مقاومة من يتحمل مسؤولية تردي الوضع برأيك إن كان على المستوى الاقتصادي أم على المستوى السياسي اليوم؟ دون شك دون شك الاتلاف اللي يحكم اللي ماسك بمقاليد الأمور يتحمل مسؤولية والمسؤولية مثلاً عندما نتحدث عن آفة الإرهاب أنا نحب نذكر المشاهدات والمشاهدين أن الجبهة الشعبية وقوى سياسية أخرى أيضاً حكم الترويكا أنا ذاك وتحديداً حركة النهادة كانوا يجاوبوا البعض يذكرني بشبابي البعض الآخر ادعى أن يسدد ممارسة أنشطة رياضية البعض الآخر يقول أنه يبشرون بثقافة الإرهاب استوطنت تحت حكم الترويكا وللإرهاب حازنة وهي نحازنة من قوى سياسية متنفذة اليوم الآفة الإرهاب تطورت ولكن نحن على يقين أن شعب طولف قادر على هزم هذه الآفة ولعل ملحمة بالجردان الأخيرة أعطت معشرات للوقت حولها منقع وجهها الدولة تنستها في التنمية وفي التشغيل وفي النمو الأتصادي ولكن عندما يتعلق الأمر بالوطن التونسيات والتونسيين والمهمشات والمهمشين والفقراء والمنسيين ينحازون إلى الوطن ينحازون إلى الدفاع على سياس تونس قبل أن أتحدث عن آليات الحل الممكنة تدهور الوضع الاقتصادي اليوم ونسبة البطالة العالية والمتفشية جدا في تونس وغياب آليات العمل والخطط التنموية الواضحة هل كان لها علاقة برأيك في تفشي التطرف وظاهرة الإرهاب في تونس؟ دون شك دون شك نحن مقاومة الإرهاب نعتقد أنها متمش فقط بقوانين حاجمة أو بمؤسة أمنية وعسكرية فعالة ومجدية لابد من مقاربة شاملة لحد من يريد مقاومة الإرهاب عليه أن يحارب الفقر عليه أن يحارب التهنيش عليه أن يحارب البطالة عليه أن يُصلح التعليم أن يصلح الخطاب الديني أن يصلح المؤسسات اليوم هذا الاتلاف الحاكم غير جاتل هل يعقل حكومة تحتها أكثر من 600 ألف عاطل وعاطل على العمل فيهم أكثر من 42 ألف من أصحاب الشهايد العليا أن يتكلموا بجدية عن مقاومة الإرهاب أحنا في الجابة الشعبية منذ سنوات ونحن ندعو إلى المؤتمر الوطني لمقاومة الإرهاب الكثير وحده بوضع استراتيجية شاملة فيها كل الأبعاد الأكتصادية السياسية الثقافية الدينية والاجتماعية لمقاومة هذه الآفة حتى هذا الوقت يتحربون ويديرون ظهرهم إلى هذا المطلب على أي حال نعتقد أن المؤشر إيجابي المؤسسة الأمنية والعسكرية رغم أنها معرفتش إطلاع ولكن العاملين على أرض الميدان وشهولهم تحية بمعظمة من المجتمع تمكنوا من إلحاق الأذى ومن إلحاق هزيمة بالدواعش ولكن كسب جولة لا يعني كسب المعركة طيب سؤال أخير سيد عمار ما هو الحل الممكن للخروج من عنق الزجاجة اليوم في تونس الحل الممكن وأنا بكل فرحة أعتقد أن الأزمة أزمة إلحاق في تونس أزمة منظومة وأنزمة منظومة حكم من رئيس من رئاسة إلى أغلبية مجلس نواب الشعب إلى حكومة لهم شعب تونسي أطلوب إلى اليقظة إلى التوحد حول برنامج وطني كبير ولكن هذه المنظومة هي منتخبة شعبيا ولو في البلدان الديمقراطية الشارع والشعب له حق الرقابة بشرط أنه ونحن معروفين وقت لنناده إلى التحركات لنناده إلى التحركات المدنية والسلمية في فرنسا أو في أمريكا وقت لينتخبوا لكثف ديع شعب ويتسلم حتى يعرفوا الناس بأحلامه ويعيدون إنتاج منظومة الفاسة القديمة لا للشعب دور للشارع أدوار وآنا نحب نختم أنه مصير الثورة التونسية والمصار الثوري مرتبط بمصير أشقائنا في الوطن العربي لا كد من العمل ضمن أفق حركة تحرورية وطنية ذات بعد قوي وإنساني شكرا جزيلا لك سيد عمار عمروسية عضو مجلس نواب الشعب عن الجبهة الشعبية التونسية شكرا على هذه المداخلة أعود إليك سيدة فاطمة كراي أولا هل لديك أي تعليق على ما قاله السيد عمار طبعا سيد عمار له تحية من هنا هو عضو في مجلس نواب الشعب وينتمي إلى كتلة الجبهة الشعبية والجبهة الشعبية ميدانيا معانتها لها الكثير من النضالات كأحزاب مجموعة أحزاب أظن عشرة أحزاب انطلقوا انطلقت عشرة أحزاب أو تسعة من القوميين بأصنافهم إلى المشرب الشيوعي ولكن أنا أقول أن السيد عمار عمروسية يعرف جيدا أيضا أن مجلس نواب الشعب يجب أن يثور أعتقد ويعرف هو أكثر مني أن هذا الدستور الذي قدته مجموعة لها الأغلبية في مجلس الوطني التأسيسي الذي انتخب في 2011 واستصدر الدستور الذي بين أيدينا الآن هو دستور كما قال أحد المناظلين التقدمين قال إنه دستور قد بلغة العقود وقد من أجل ليس من أجل قوى تقدمية شاركت في الثورة وإنما من أجل قوى كانت تحكم في 2013 و2012 و2011 وتريد أن تعيد السيناريو انتلاقا من الديمقراطية وأنا أقول أن الديمقراطية ليست شيئا هلاميا وليست أيضا قصة أو أقصوصة تستورط من بلاد بلدان مثل أمريكا ولندن ولكن الديمقراطية هي مؤسسات وهي شكل من الأشكال تمكن سلطة الحكم من الاستماع إلى الشعب وكذلك من تلبسي وهذا يدفعني للسؤال سيدة فاطمة هذا يدفعني للسؤال هذا يدفعني للسؤال بمراجعة بسيطة لشريط الأحداث السياسية والاقتصادية منذ عام 2011 هل الانتقال الديمقراطي الذي ضمنه الدستور وضمنته الانتخابات برأيك كافي إلى حد ما أنا سوف أقول لك أستاذ ملحم شيئا لم أقوله من قبل إن الديمقراطية في تونس من 2011 بعد الثورة الثورة تعرضت إلى نوع من التلبيسة الخارجة عن نطاق الشعب في نطاق حسابات سياسية دولية وإقليمية بحيث أقحمت جزءا منهم أبناء الشعب التونسي نعم ولكن أقحمت جزءا كان غائبا عن الشعب التونسي وكان غائبا عن نضالات الشعبية الداخلية للشعب التونسي وكانت تناظل ربما أو كانت في السجون من أجل الحكم فقط فوقع تمكينها من الوضع التونسي ولكن هي تعرف ونحن نعرف بعض من النخبة نعرف أنها أقحمت في هذا المشهد إقحاما من أجل فترة معينة تخدم مصالح قوى إقليمية ودولية ولكنها إلى زوال اليوم وأنتم تعرفون إلى من أؤشر أؤشر إلى منذ ثلاث أشهر لندن عندما تعلن أن الإخوان المسلمين هي منظمة قابلة إلى أن تكون إرعابية وأتكلم أيضا عن الكونغرس الأمريكي الذي أعطى مهلة للخارجية الأمريكية حتى تثبت من عدمه أن الإخوان المسلمين منظمة غير إرهابية أو إرهابية وبالتالي نرى أن هذا الانقلاب لم يستشر فيه الطرف الذي مكنت منه تونس وحاولوا في ليبيا وحاولوا في بعض الأماكن الأخرى أنا أقول يا سيدي أن اليوم يجب أن يعود الغربال بأيدي الشعوب بأيدي الشعب التونسي ويجب أن ترتقي النخبة والمعارضة خاصة لأننا لا يجب أن ننتقد الحكم فقط لأن الحكم هو يحمي كما نقول في صلح بلاده ولا يجب أن نصل بالشعب التونسي إلى أن نقول له على حافة الهاوية إما أسقط في البئر أو قبل الأفعى وأنتم تعرفون أن الاثنين قاضيان يقضيان على الشعب يجب أن نقول للشعب التونسي أن أيضا المجتمع المدني والقوات التقدمية يجب أن تبلور مشروعا قابلا للتطبيق ونبتعد عن دورة الممحكات والسباب في السياق أيضا سيد عبد الفتاح مورو نائب رئيس مجلس نواب الشعب والقيادي بحركة النهضة قال بالأمس أن الاستقلال تهدده فئات الإرهابيين ربما هذا الأمر يكون مفهوما سيدة فاطمة كراي لكن ألا يوجد تهديد حقيقي الآن على الاستقلال بشكل عام في تونس من قبل سياسيين أيضا من قبل مشاريع ربما خارجية تحاك لتونس أنا أعتقد أن هناك الخطر على استقلال تونس هو في الحقيقة الخطر على استقلال تونس ما فاتئ يتجدد مرحلة بمرحلة لا يجب أن ننسى ما تعرضت له تونس منذ 1956 إلى الآن من ربما محاولات للإستعاب والهيمنة والسيطرة اقتصاديا إلى آخره مثل بلدان أخرى ولكن اليوم الظرفية تقول أن هناك من يمثل خطرا في ربما نظرته وطريقته للحكم وكذلك في برنامجه المفقود لأننا نحن نحن يحدث الآن في تونس من؟ العديد من الأطراف السياسية التي لا تستمع إلى الشعب التونسي والتي تنقلب على الشعب التونسي بمجرد أنها تصل إلى الحكم حركة النهضة وغيرها من الأحزاب وأنا أقول لك شيئا وأقوله لكل الأحزاب أن كل الأحزاب في تونس معارضة أو سلطة لم تستمع إلى المواطن التونسي أنا أقول لكم لم تستمع إلى المواطن التونسي ولا تقرأ ما يقوله المواطن التونسي وما يعبر عنه وهما هي طموحاته هم فقط يقيمون العقود بالداخل وبالخارج من أجل الاستمرار في الحكم وهذا لا يجعلهم بعيدين عن نظام بن علي أو نظام برقيبة عندما انتخب في 75 أو 76 مدى الحياة رئيسا مدى الحياة يجب أن نتعذى من الماضي التونسيون اليوم يقولون أن الاستقلال في أعيننا يتمثل في أننا نستفيد من الماضي ونبتعد عن آلام الماضي وعن تشعب بيت الماضي بأن استمعوا إلينا لأن المواطن هو أذكى من الحاكم هذا كما يجب أن تعرفوه والحاكم هو يشتغل تحت المواطن الذي عينه وفق الصندوق الشفاف إذن يجب أن نحترم إرادة المواطن ويجب أن تراجع الأحزاب كل البرامج التي تقدمت بها إلى الانتخابات وتحاسب على تلك البرامج لأنني انتخبتك وفق برنامج معين أنت الآن انقلبت عليه سيدة فاطمة أنا مضطر لأتوقف الآن مع فاصل قصير ومن ثم مشاهدين الكرام نعود لاستكمال هذا الحوار في آخر طبع ابقوا معنا من جديد أرحب بكم مشاهدين الكرام وأجدد الترحيب أيضا بالسيدة فاطمة كراي رئيسة تحرير جريدة الشروق التونسية التي ترفقنا في هذه الحلقة من آخر طبع لكن قبل استكمال الحوار نتوقف مع فقرة الحدث لهذا اليوم القدس العربي أحداث بن جردان بعض الأطراف في تونس تروج لنجاح استخباري تونسي كان سببا في تحقيق ذلك النجاح العسكري الذي شهدته مدينة بن جردان والمتمثل في القضاء السريع على الأطراف الإرهابية المهاجمة التي كانت تسعى إلى احتلال المدينة وإعلانها إمارة تكفيرية حيث تتحدث هذه الأطراف عن علم مسبق لأجهزة الاستخبارات التونسية بالمخطط الإرهابي وعن استدراج التونسيين للإرهابيين الآتين من التراب الليبي للقاء في بن جردان لتكون مكان المعركة وذلك لسببين أولهما إعداد ميدان القتال إعدادا جيدا تنصب فيه الكمائن للخصوم للإجهاز عليهم بأقل التكاليف وبأسرع وقت ممكن وهو ما جرى فعلا على أرض الواقع وثاني هذه الأسباب معرفة الخلايا النائمة في الداخل والتي تمثل دعما لوجستيا للجماعات الإرهابية الآتية من ليبيا وهو ما حصل بالفعل بعدما توالت المدهمات بنصق لافت في أكثر من مدينة تونسية للقبض على خلايا إرهابية ولكشف مخازن للسلاح كانت خافية على الأجهزة الرسمية لكن كثيرا من الأطراف ومنها الأمنية لا تتطفق مع هذا الطرح وتؤكد أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال للجهات الرسمية التونسية أن تعرض المواطنين في بن جردان إلى الخطر وتحول مدينتهم الآمنة إلى ساحة للمعارك ويذهب أصحاب هذا الطرح إلى التأكيد على أن أجهزة الاستخبارات التونسية كانت تتوقع حصول شيء ما وكانت على علم أن تونس مستهدفة لذلك وضعت قوات الأمن والجيش على أهبة الاستعداد سواء في بن جردان أو غيرها من المدن وفق خطة انتشار محكمة الشرق الأوسط ترابلوس مرشحة لمعارك عنيفة بالتزامن مع عودة حكومة السراج توقعت مصادر أمنية وسياسية في العاصمة الليبية للصحيفة تصعد وطيرة الاشتباكات هذه الفترة بين الفصائل المسلحة داخل العاصمة فيما وصفته بالبروفا قبل تمكن حكومة الوفاق الوطني المقترحة من بعثة الأمم المتحدة برئاسة فائز السراج من دخول المدينة وكشفت المصادر ذاتها نقابة عن أن تجارب غير معلنة لتنفيذ الخطة الأمنية المقترحة لتأمين دخول حكومة السراج تجرى منذ نحو أسبوعين على الأقل في ترابلوس مشيرة إلى أن هذه الحكومة نجحت في استمالة غالبية الميليشيات المسلحة هناك وشراء ولائها وتحتشد قوات أمنية وعسكرية في مصراتها الدعمة للسراج على تخوم المدينة في انتظار لحظة انطلاقها للسيطرة على كل المرافق الحيوية في المدينة وذلك بالتزامن مع وصول طائرات خاصة تقل الحكومة الجديدة من تونس سيدة فاطمة قبل أن نسأل عن خلفيات وانعكاسات أحداث بن جردان آخر الأحكام الصادرة بحق الرئيس السابق زين العبدي بن علي كانت قبل يومين حيث صدر بحقه حكما غيابيا لمدة عشر سنوات السؤال لماذا لم تعد السلطات التونسية تحرك ساكنا في قضية استرداده من المملكة العربية السعودية هل أقفل هذا الملف حرصا على العلاقات مع المملكة ربما هذا موجود منه القليل ولكن أعتقد أن هناك تهيئة لتشارك فيها عديد الجهاد تهيئة لتونس حتى تكون في وضع آخر ربما سنراه بعد أن يحسم الأمر في ليبيا يعني هناك تداخل الحقيقة ولا أعتقد أن قضية الرئيس السابق معناتها أو الأسبق معناها هي من ربما من الأولويات في العلاقة بين المملكة العربية السعودية وبين تونس أعتقد أن هناك مناخ معين سوف يقد ربما أو سوف يبرز لتشابك المصالح وتشابك الأمور أنا أعتقد أنه لن يكون سببا في أزمة وأعتقد أن الأطراف التي ساهمت في إخراجه من البلاد وتأمين خروجه هي التي الدولية طبعا أعتقد أن الأطراف الدولية هذه سوف تجد الوقت المناسب لإرجاعه أو لدخوله وفق ضمنات معينة ولا أعتقد أن الاعتداء اليوم على الشعب التونسي وكذلك على القضاء إلى آخره يمكن أن يرى النور الآن ربما ستكون هناك تطورات جديدة حتى على مستوى أحزاب أخرى موجودة في تونس هذا رهين كما قلت ما يحدث في ليبيا وهو بدأ يعطي نتائجه تقريبا وبعض الإشارات بعد ما وقع الاتفاق بين الروس والأمريكان حول سوريا كما ترون إذن هناك اتفاقات كبرى هي التي تدير العالم مع الأسف وليست بأيدي الشعوب المحلية طيب في موضوع تفضلي تفضلي تفضل لا حبيث نقول لك اللي بالنسبة للجريدة الأخيرة التي تحدثت عن عملية استخباراتية واستدراج إلى بن جردان أعتقد أنه أولا هذه ربما طرح من الطروحات ولكن لا نستطيع أن نقول هو هذا السيناريو الذي كان لأن العملية الاستخباراتية سيدي لا يمكن أن تتحدث عنها الدول بتريقة رسمية لأن في ذلك تعاملات دقيقة جدا وربما لها مرميها في المستقبل ولكن الذي أعتقده شخصيا أن ما حدث في سبراتا ربما يكون ذاك السيناريو حيث تنادت القيادات وأن الروسيا مكنت الولايات المتحدة الأمريكية انطلاقا من وجودها في سوريا مكنتها ومكنت الغرب أيضا من بعض الإشارات وبعض الأسماء ولذلك نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية متفقة مع روسيا في أنها تضرب الرؤوس يعني القيادات من أجل أن تكشف الخلايا النائمة وأعتقد أن في مثل هذه العمليات الأمنية كلما حصل القبض وقع القبض على أحياء فأنهم يستطعون أن يدلون بالكثير من المعلومات وكذلك أعبر عن اعتقادي بأن الحكومة الليبية ورأيت هذا الجريدة قبل الأخيرة تحدثت عن عودة السراج وحكومته وتنصيبه وفق انطلاقا من رؤوس أمنية معناتها بقوة السلاح من قبل هذا أعتقد أنه ليس صحيحا وأعبر عن اعتقادي الذي ربما سيتحول إلى معلومة في الساعات القادمة هو أن دول الجوار هناك من دول الجوار من اقترحها ويبدو أن هناك اقتناعا لدى الروس والأمريكان بأن يكون التنصيب عن طريق الشرعية الدولية أي عن طريق الأمم المتحدة أي عن طريق مجلس الأمن وربما نرى توافقا قريبا بين الأمريكان والروس والغرب والحاكمين في مجلس الأمن لتنصيب حكومة السراج في ترابلس انطلاقا من سيناريو معين حتى يقي ربما بلدين الجوار من الاشتعال وخاصة أوروبا التي على مرمى حجر من هذا من هذه النيران أن اشتعلت لقدر الله جيد أود أن أشكرك حقيقة لأنك عملت جردي سريعة كما يقال للمقتطفات التي وردت معنا في بعض الصحف العربية فيما يتعلق بأحداث بن جردان سيدة فاطمة اليوم بعدما انقشع الغبار بشكل تقريبا شبه تام عن هذه الأحداث ما الذي كان يحضر لتونس فعلا في تلك المنطقة أولا أريد أن أصحح أن ما كان يحضر لتونس ليس وليدا الآن بل هو منذ 2011 وأنا في أحد برامجي استضفته استضفته سياسيا تونسيا وقال لي بالحرف الواحد أنه في 2011 لما كانت الأسلحة تتوجه من بلدان ساهمت في ضرب ليبيا أو في القسوة على الثورة الليبية أو ربما الانتفاضة الليبية كانت تنزل في قريب من بن جردان في ميناء جرجيس وكذلك لربما المطار أيضا جاءت أسلحة مثل ما يذكرنا هذا في أفغانستان عندما كانت تستجلب سمحني والعفو من الجميع البغال الأسترالية التي سقيها قصيرة لأنها تتمكن بسهولة من صعود الجبال الثلجية كانت تؤمن في جنبو الخالجية ربما بعض البلدان الخالجية هذا يذكرنا وقال لي بالحرف الواحد أن هناك جزء من السلاح يبقى مدفونا في عديد البقاء في تونس وهذا تؤمنه هل هذا يفسر أن إن لم نقل كل فجل المتورطين بهذه الأحداث هم من حملة الجنسية التونسية لا أستطيع أن أفرق هكذا لأنني بني وطني معناها لا أصدق أنهم يكونون تونسيين جميعا ولكن أنا أقول أن المحاسبة الآن يجب أن تترافق مع المتهمين يجب أن تترافق من مول ومن سمح لأستيليت أن يغمض عينه ومن سمح لهذه البحار التي تكون قريبة جدا محاذية جدا للكيان الصهيوني لفلسطين المحتلة كيف تنزل هذه الأسلحة الخطيرة بطريقة سلسة يجب أن نتحاسب ويجب أن نحاسب وأعتقد أن الغرب لا يريد أن يحاسب يريد أن يلبس هذا الأمر لغيره وأنا بالمناسبة هنا أقول أقول أن الأمريكان بالذات ليس لهم أصحاب والدليل ما يقع في تركيا الآن والدليل ما يقع لبعض المدينة الخالجية لأنهم لم يستفيدوا عذرا على المقاطعة ولكن بكل الأحوال لا يمكن حقيقة إغماض الطرف أو غض النظر عن انتشار الفكر المتطرف في مناطق تونسية عدة هل هذا الأمر كان بشكل تراكمي إنجاز التعبير في زمن زين العابدين بن علي أم حصل مباشرة بعد عام 2011؟ هو الليبرالية الاقتصادية المتوحشة التي أصابت الشعوب ويجب أن نرجع أيضا إلى المقررات الأمريكية من خلال ريد راند كوربوريشن وغيرها مراكز البحث والقرار التي تسند القرار الأمريكي عندما نالها في 2001 قررت أن تنشر أو ريد هذا الإرهاب الذي صنعته هي ورعته وأغمضت عينها عنه يجب أن ترجعه إلى أهله وكذلك قد أثر وتأثر هؤلاء الشباب بالوضع الاقتصادي وأنا أقول لك سيدي أن انطلاقا من 2010-2011 بدأت ما يسمى بصناعة الإرهاب وبصناعة والساق الإرهاب بالمال وعندما يتمكن صاحب المال من مال لا يجنيه بعرقه ولا يجنيه وفق صناعة ووفق رؤية علمية فإنه يستطيع أن يتحالف مع الشيطان من أجل ضرب الشعوب وقيل لهم أنها كلمة حق يراد بها باطله حماية الإسلام إلى آخره ولكن هذا الذي حصل يجب أن نراجعه قبل أن نحسبه التاريخ على عشرة السنين أن تحدثين بالنسبة للشباب ماذا بشأن بعض الأحزاب وزارة الشؤون الدينية أعلنت إطلاق حملة تستمر عاما كاملا لمكافحة التشدد خصوصا في صفوف الشباب أيضا وزارة العدل في خطاب مضاد للتشدد داخل السجون وقالت بأنه يجب أن يكون تشديد أو تأكيد على هذا الخطاب من داخل السجون الخطاب المضاد للتشدد السؤال هو سيدة فاطمة ألا يوجد اليوم في داخل الوسط السياسي من قد يعرقل هذه الإجراءات التي قد تتخذ على صعيد الوزارات إن كان شؤون الدينية أو وزارة العدل أو الداخلية أو غيرها لمواجهة التطرف الآن في 2016 لن يوجد أي طرف سياسي يستطيع أن يحمل على أكتاف عبء هذه المسؤولية انتهت اللعبة وانتهى الدرس والآن الجميع يصطف وراء ما تقوله الدوائر العالمية خاصة بعد الاتفاق الروسي الأمريكي اليوم يا سيدي سوف تشهد في تونس ضربا لهذا الهريب والمفهوم التكفيري أكثر من أي وقت مضى ومن أشخاص وربما من أحزاب ومن طيارات ومفكرين كنا عهدناهم أنهم يدعمون مثل هذه الأمور إذن اليوم الأمر تغير وخاصة أن الإدارة الأمريكية قد حددت موقفها نهائيا عندما قالت منذ شهرين أن داعش سوف تنتهي في 2016 وأنتم تعرفون كيف تتصرف الإدارات الأمريكية والسياسة الأمريكية وأعتبر أن هذا غريبا عننا ولكنه أقحم عندنا بوسائل معينة أرجو أن لا يكون الفعل في الوزارة وزارة الشؤون الدينية في تونس أرجو أن لا يكون متأخرا لكنه لن يعرقل أنا أقول لك أنه لن يعرقل لأن إذا كنت تشير إلى حركة النهضة فإن حركة النهضة مثلا اليوم تلتزم في مؤتمرها القادم من أجل أنها تعيد النظر وتبعد البعض من السقور إلى آخره وهنا عملية ربما ليست استعادة وعي بل استفاف استفاف وفقا لمنطلقات أخي صحيح ولكن حتى الآن يوجد خلاف على تعريف الإرهاب وتعريف التشدد والتطرف طبعا هناك اختلاف والمجرمة تي بي ليفني قد قالت وشرحت لنا نحن العرب والمسلمين هكذا بدون سابق انذار عندما قالت الأسبوع الفارض رأيناها كلنا صرحت قالت أن العالم العربي تتنازعه إسلامان الإسلام المتطرف والإسلام المديري يعني الغير متطرف ونحن نستطيع معانتها وكأنها تبارك أن أعطتهم فرصة أخرى أو شيء آخر معانتها هذه المجرمة تفتي في ديارنا الإسلام المتطرف وغير المتطرف بينما هم تعرفون أنهم كانوا وراء العديد من التنظيمات التي تزود بالسلاح لأن أنت تعرف جيدا والجميع يعرفون أن السلاح الجديد والمتطور الذي تمتلكه هذه الجماعات الإرابية لم ينزل لهم مطرا من السماء ولم يجدوه مدفونا من الحرب العالمية الثانية بل هو كان يسرب إليهم في ضرف شهر عندما يخرج من المخازن والمصانع الغربية شكرا جزيلا لك سيدة فاطمة كراي رئيسة تحرير جديدة الشروق التونسية على هذه المشاركة معنا في آخر طبعة والشكر مصول لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة